بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم يا أبناء الطلاب في دروس اللغة العربية في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين تتميز اللغة العربية بأصالة ماضيها فهي من أقدم اللغات في العالم فهي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنها اللغة التي نزل بها كلام الله تعالى في القرآن الكريم وما زالت من اللغات المستخدمة بين العربي حتى يومنا هذا وكان العصر الذهبي لهذه اللغة مع انتشار الإسلام وإقبال العجم لتعلم العربية حتى يتسنى لهم قراءة القرآن الكريم جمال اللغة العربية جاء من الإبداع في حروفها ومن جمال نطقها فعندما تكتب بالخط العربي فلا بد من لمسة فنية تزين الأحرف والحركات والتشكيل وتزين بها المساجد كما ترسم في الكتب والصحف وعلى بعض أنواع المدوهرات يظهر جمال اللغة العربية في الشعر والنثر والخطابة والقصة والرواية وفي النحو والصرف حيث يعتبر الشعر فنا أدبيا أقبل عليه الكثير من الشعراء الذي برعوا في كافة ألوان الشعر وتلتزم اللغة العربية بالمحسنات البديعية فهي لغة مرنة تعايشت مع كل الأزمان ومختلف الأجناس اللغة العربية في هذا العصر الحديث أقبل عليها الكثير من العجم حتى يتعلموا ثقافة الأمم المختلفة وثقافة العرب فكونوا فخرا لهذه اللغة يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم وحفظكم جميعا الأهداف يتوقع من الطالب في نهاية الشرح أن يقرأ الفقرة المحددة من النص قراءة صحيحة ثانياً أن يعرف المفردات الجديدة معرفة دقيقة التهيئة التهيئة لاحظ الصورة اكتب بعض الكلمات المرتبطة بهذه الصورة المعروضة أمامك نخلة أحسنتم طويلة أحسنتم تمر بارك الله فيكم وله أعمل للشاعر كحطان بير قدار نحو الأفضل أسعى قدما وأطور نفسي أتقدم وطموحي يكبر في قلبي وله أنا دوما أتعلم أطمح أن أغدو في وطني ممن يبني ممن يصنع ينفع كل الناس ويبقى يطمح يمضي نحو الأرفع التكامل مع مادة التربية الإسلامية من خلال الآية الكريمة قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قيمة الدرس قيمة الدرس التفاؤل والعمل لمستقبل أفضل لك ولوطنك ما المعنى العام الذي تدور حوله أبيات القصيدة؟ الدعوة إلى العلم والعمل من أجل بناء الوطن ما الزمن الذي يتوجه إليه الشاعر في معظم الأبيات المستقبل؟ بل أنظر نحو المستقبل السؤال التالي ساعد ساعي البريد في توزيع الرسائل على الصنادف الأتية ليوصل الكلمة بمراد فيها أولا قضما وكلمة متقدا وكلمة ريبا متقدا كلمة مشتعلا نبدأ بالكلمات التالية مشتعلا وشك ومسرعا مشتعلا بمعنى متقدا السؤال التالي شك معناها ريب بارك الله فيك مسرعا بمعنى قدما بارك الله فيك أحسنتم يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم حفظكم الله جميعا ما الجملة التي تشتمل على كلمة يستفق معناها؟ ما معنى الكلمة التي تحتها خط في الأبيات الآتية ألف نحو الأفضل أسعى قدما وأطور نفسي أتقدم معناه نقرأ باستمرار لنجدد معارفنا ومعلوماتنا نعمل بإخلاص لنكسب رضا الله نمارس الرياضة لنتخلص من السمنة والأمراض نتبع إرشادات المرور لنحمي أنفسنا من الحوادث أحسنتم الأولى نقرأ باستمرار لنجدد معارفنا ومعلوماتنا بارك الله فيكم السؤال التالي أطمح أن أغدو في وطني من من يبني من من يصنع معنى أغدو هل استقرت الأسرة في الحي الجديد؟ أم أسرعت فاطمة في مساعدة العجوز؟ أم عبرت الطريق من مكان عبور المشاه؟ أم أصبحت البنت سعيدة بنجاحها بعد الكد والتعب؟ الإجابة هي أصبحت البنت سعيدة بنجاحها بعد الكد والتعب؟ نترك بصمتنا واضحة خيرا وعطاء ورشادا توصل الشرطي إلى أدلة جديدة حاسمة في القضية يبرع طلاب كثيرون في رسم المناظر الطبيعية الجميلة تحرص الأم على أن يكون لها أثر كبير في أسرتها تضع وزارة التعليم بخطر شعارها على كل الكتب الدراسية الإجابة تحرص الأم على أن يكون لها أثر كبير في أسرتها السؤال التالي إملأ الجدول الآتي بالمضاد من فروع الشكل التالي الملون بالأخضر ثم ضعه في جملة مفيدة من إنشائك الكلمة الأولى يبني مضاد يهدم الجملة يهدم العامل البيت ثقة المضاد شك الجملة لا شك عندي في حقيقة الإسلام يلمع المضاد ينطفئ الجملة ينطفئ المصباح عند النوم بارك الله فيكم وأشكركم على حسن التفاعل أجب عن الأسئلة الآتية ما الذي يسعى إليه الشاعر في البيت الأول يسعى لتطوير نفسه نحو الأفضل السؤال التالي بما وصف الشاعر طموحه في البيت الثاني أحسنت بأنه يكبر ويزداد في نفسه جيم ذكر الشاعر في القصيدة وسيلتين من الوسائل التي تعينه على تحقيق المقاطفة ما هما الوسيلة الأولى التعب الجد في تحصيل العلم الوسيلة الثانية الصدق والإخلاص في العمل طارق الله فيكم أشكركم تم بحمد الله مع تحيات قسم اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين وإلى لقاء آخر في حفظ الله وأمنه ونلتقي في درس جديد إن كان في العمر بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر